اشتركوا في القناة الصين هي إحدى أقدم الحضارات في التاريخ كانت لفترة طويلة المصدر لكثير من الاختراعات المدهشة والأساليب الجديدة في الحياة والعمل والإنتاج والتفاعل مع البيئة عدد من الاختراعات المذهلة التي لم يصل إليها البشر في أي مكان آخر من قبل أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتها حتى أننا لا نستطيع تصور العيش بدونها بما يلي قائمة لأهم الاختراعات المهمة والشهيرة التي كانت الصين المنشأة الأول لها الورق الورق هو اختراع صيني فاختراع الورق كما نعرفه في يومنا تم على أيدي الصينيين حدث ذلك في القرن الثالث قبل الميلاد استخدم الصينيون سيقان الغزران والخرق البالية وشباك الصي والقنة وحولوها إلى عجينة طرية تصفى وكانت اختراعا ليس له مثيل كان له دوره الأساسي في نشر العلم والثقافة والمعرفة في أنحاء الأرض البوصلة قبل اختراع البوصلة كان على المستكفين النظر إلى الشمس والقمر والنجوم للحصول على الإشارات في الاتجاهة وفي إحدى المخطوطات العسكرية وصف قائد عسكري تركيب بوصلة بواسطة وضع الحديد بعد تسخينه في وعاء من الماء فينتج قوة مغناطسية ضعيفة تشير دوما إلى الجنوب كما وجدت إشارات أقدم من ذلك في المراجع الصينية تصف تركيب البوصلة وتعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد كما استخدمت البوصلة في الصين القديمة كأدات لتنسيق المباهي واستخدم الصينيون أيضا البوصلة الجافة وهي بوصلة معلقة بإطار خشبي على شكل سلحفة تعلق رأسا على عقب تتجه دوما للجنوب البارود هو أحد الاختراعات الأربعة الكبرى التي أنتجتها الصين يطلق عليه بصينية أوياو يعود اكتشاف البارود إلى عام 200 قبل الميلاد وهناك دلائل على أنه استخدم في عصر أسرة تانغ عام 618 قبل الميلاد توصل الصينيون إلى ذلك المزيج الفائق من الزئبق والفضة والقصدير واستخدم في أمور عديدة فقد أنتجوا منه المفرقعات واستخدم في محاربة القراصنة اليابانيين بنيت على هذا الاكتشاف المذهل عدد من الاختراعات المهمة في الصين منها الفتيل وعواد الثقاب العام 577 للميلاد الألعاب النارية 700 للميلاد القنبلة اليدوية 1221 والألغام البحرية 1637 والمدفع اليدوي 1228 للميلاد كما تم اختراع الصاروخ بالوقود الصلب متعدد المراحل بالإضافة إلى المسدس الناري الذي تم اختراعه في بدايات القرن الثاني عشر في الصين الطبعة أحد الاختراعات الأربعة الكبرى في تاريخ الصين اخترع الصينيون الطبعة واتطوروا أساليبها المتنوعة طرعوا الطباعة الخشبية باستخدام القوانب وذلك في القرن الثالث قبل الميلاد كانوا أول من استخدمها لطباعة النصوص أيضا ابتكر الصينيون الطباعة بواسطة الحرف المتحرك وذلك في العام 1040 للميلاد قبل أن يخترع جوتنبيرغ الطباعة بأكثر من 200 سنة كما اخترع الصينيون الحبر الصيني الذي يطلق عليه الحبر الهندي حيث تعرف عليه الأوروبيون عبر تجارتهم مع الهند أقدم كتاب مطبوع في التاريخ كتاب صيني يعود إلى عام 868 للميلاد الطباعة اختراع مهم استحق بحق أن يكون أحد الاختراعات العظيمة التي قدمتها الصين للبشرية الحرير هناك أدلة تعود إلى أربعة آلاف سنة قبل الميلاد لاستخدام الصينيين لشران قدودة قز لتصنيع المنسوجات الحريرية كانت برعة الصينيين باكتشافهم لهذه الصناعة وإبداعهم في استخدامها في صناعة الملبوسات وزخرفتها حيث كانت المنسوجات الحريرية تباع بوزنها من الأحجار الكريمة وأقدم منسوج حريري يعود إلى 2700 سنة قبل الميلاد قدر الرومان كثيرا الحرير وكانوا يعتقدون أنه ربما يكون مأخوذا من شجرة ما عفلت الصين القديمة على أسرار صناعة الحرير لوقت طويل إنه سر بقي محفوظا لآلاف السنين رغم أنه كان يتم تصديره بشكل واسع في أنحاء العالم الحرير كان المنتج الأساسي الذي نشأ بواسطته ما يسمى بطريق الحرير أكبر طريق تجاري في العالم القديم وأحد المؤثرات الهامة في التجارة والثقافة العالمية ركاب الخيل الكثير من العلماء يعتبر الركاب أحد أهم الاختراعات التي غيرت وجه البشرية وقد تمكن راكب الخيل من التوازن واقفا على ظهر الخيل قد كان هذا الاختراع سببا في تغير وجه العالم عيث تحول الحصان إلى وسيلة حربية مهمة هناك أدلة على استخدامه في حقبة سلالة هان ورغم الجدل حول من ابتكر ركاب الخيل إلا أن الدراسات الأخيرة تؤكد أن الصين كانت مهدا لهذا الابتكار المهم وجد الباحثون حلقتين ركاب مدفنتين في أحد المعابد ركاب الخيل من أهم الاختراعات التي غيرت وجه البشرية النفط أول توثيق لاستخدام المواد النفطية الخام كان في القرن الأول للميلاد وقد استخدم الصينيون النفط أيضا كمصدر للطاقة هناك وثائق تاريخية عن إنتاج النفط في الصين منها وثيقة كتبت في القرن الخامس قبل الميلاد عن استخدام الصينيين للنفط والغاز الطبيعي من أجل غلي الماء كما وجدت وثائق أيضا عن أبار حفرت في الصين بلغ عمق بعضها ألف متر أما أول بئر فقد كان في الصين العام 347 قبل الميلاد عمقه أكثر من 240 مترا استخدم لحفره أعمدة متصلة من الخيزران ما كان أول منصة حفر فمنصة الحفر وبئر النفط هي أيضا اختراعات نشأت في الصين القوس المستعرض يعود الفضل في اختراع القوس المستعرض إلى قدماء الصينيين تم ذلك حوالي القرن الخامس قبل الميلاد وقد تم العثور على أعداد ضخمة من الأقواس وأقواس مصنوعة من البرونز تعود إلى سنة 650 قبل الميلاد وجدت أقواس أيضا كانت مدفونة في المعابد قام شيئا بتطوير قوس قادر على رمي سهام تصل إلى مسافة 650 قدر وفي القرن الأول للميلاد طور قائد عسكري صيني قوسا متعدد الإطلاق بالزناد يمكنه إطلاق عشرة سهام في 15 ثانية وقد نقل هذا الاختراع إلى أوروبا بعد 1500 سنة من اكتشافه في الصين تعدين الحديد خلال العصر الباليوليثي استخدم الصينيون رؤوس السهام في صيد الحيوانات وصيد السمت حوالي 1000 سنة وخمسين قبل الميلاد وفي عصر سلالة هان بدأت صناعة تعدين الحديد اكتشف الصينيون كذلك حديد الزهر حوالي 500 قبل الميلاد كما توصلوا إلى طريقة الطلاء بالكروم لمنع تآكل الأدوات الحديدية كان الصينيون أيضا أول من صمم الأفران الحديدية كالفرن اللافح كما ابتكروا المزيج من المعادن الذي يتم به صناعة الصلب حتى يومنا هذا الفحم الحجري الفحم الحجري هو وقود رمادي صلب يحتوي على نسبة عالية من الكربون والقليل من الشوائب يتكون الفحم بشكل طبيعي خلال عمليات جيولوجية كما يتم إنتاجه صناعيا استخدم الفحم منذ وقت طويل يرجع إلى القرن الرابع للميلاد وصفت المصادر القديمة الصينية طريقة استخراج الفحم في الصين القديمة كان العمال الصينيون يستخدمون الفحم كوقود بديل للأخشاب وقد تم استخدامه في التسخين والطهي إلى فترة تعود إلى القرن الرابع الميلادي الجسر المعلق في عام تسعين للميلاد تم تصميم هذه البنية المعقدة عن طريق أحد المهندسين الصينيين كان اختراعا بارعا ولم يزل هذا التصميم على صورته مستخدما إلى يومنا هذا الغاز الطبيعي أول مرة استخدم الصينيون فيها الغاز الطبيعي تعود إلى حوالي 500 قبل الميلاد بعض السجلات الصينية تعيد استخدام الغاز إلى مدة أطول بكثير تصل إلى ألف عام قبل الميلاد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في البداية أثناء عملية التعدين من أجل استخراج الملح كان يتم نقل الغاز إلى المنازل للإضاءة بأنابيب متصلة ببعضها من الخيزران من الواضح أن استخدام تقنية كهذه كان يتطلب الكثير من المهارة والتقنية العالية توصل الصينيون إلى طرق لحفر أبار للحصول على الغاز الطبيعي الأعجب من ذلك استوانة الغاز بفترة سلالة تانغ وثق في مقاطعة السيشوان جمع وتخزين الغاز الطبيعي في علب من الخيزران تم نقلها إلى عشرات الكيلومترات وهي مستمرة في الاشتعال وثقت بعض السجلات الصينية استخدامات لهذا الجهاز المبكر الذي نعرفه اليوم باسم صوانة الغاز استخدم الصينيون الغاز الطبيعي لتوليد الضوء وفي الصين تم اختراع أول مصباح يعمل بالغاز كما استخدمت للتدفئة في المنازل طريق الحرير ربما يكون طريق الحرير أهم وسيلة للتواصل في العالم القديم اكتسب طريق الحرير اسمه من شهرة المنتج الرئيسي الذي سحر الناس في أنحاء العالم القديم وهو الحرير وتطورت صناعته في الصين منذ وقت طويل كان طريق الحرير مجموعة من الطرق المترابطة تسلكها القوافل في البر والسفن في البحر ربط هذا الطريق بين كل المدن الكبرى في العالم القديم تقريبا وكان سببا في نشوء مدن أخرى كان شبكة من الطرق من طريقين رئيسيين صيفي وشتوي أحدهما يمتد من منطقة بلغار يربطها بشبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر مرمرة والبلقان واتهاء بالمندقية بإيطاليا الفرع الجنوبي كان يربط مناطق مثل تركستان كراسان العراق والأناظول سوريا وبلاد الشام تدمر وأنطاكيا ودمشق ومصر وشمال أفريقيا وقد أدى طريق الحرير إلى تراكم الثروة لدى الصينيين حيث كان المخزون العالمي من الذهب يتركز في الصين وكان ما تملكه الصين يتجاوز كل ما تملكه الدول الأوروبية إن الطريق الحرير هو ما أرسى قواعد العصر الحديد في الحقيقة كان هذا الابتكار لتأثير دائم وهائل على التجارة والثقافة والتاريخ ولا يزال صداه يتردد حتى اليوم هذا ما لدينا في هذه الجولة ورحلتنا مستمرة ما هو الاختراع الذي تعتقد أنه قد غير عالمنا بشكل كامل؟ ما هو الاختراع الذي تعتقد أنه الأكثر تأثيرا على البشر اليوم؟ واصلونا بأرائكم على فيسبوك ستذكر بعض القصص ونتناول بعض الشخصيات التي رافقت ظهور هذه الاختراعات شكرا لكم على المشاهدة لا أنسى أن أذكركم بالاشتراك في القناة فعلوا الجرس حتى يأتيكم الجديد ششيني من زايجين إلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة